السلام عليكم ورحمة الله رح نتابع بكتاب يوسف بوف طبعا خلصنا الكتاب الاول بوست يورد شيس 1 يعني حسن لعبك واحد رح نبلش بالكتاب التاني بوست يورد شيس 2 طبعا هاي الفرصة لكل اللي ما كانوا متابعين انه مبلشوا يتابعوا معنا من الاول هذا كتاب قيم جدا ورح ننتقل نحن على المستوى التاني طبعا المستوى التاني هو المستوى المناسب لمعظم اللاعبين طبعا المستوى الاول ممكن يكون فيه دروس جدا مبتدئة مثلا على تكتيكات الحصان ومتل ما شفنا يعني دروس مستوى يعني منخفض الان رح يكون فيه مستوى اعلى شوي فهذا الشي مناسب لانك التابع معنا بهذا الكتاب من اوله طبعا هذا الكتاب اول شي في عنا الفهرة تشوف المواضيع المهمة الهجوم على الماليكزا اوبن فايل منورت تكتيكز التكتيكات البسيطة اوبنينج ريبرت وارفور وايت رح نحكيان دفاع الفرنسي نهايات قلاع وعدة مواضيع هامة جدا اكتر من 24 موضوع فاذا الكتاب رح يكون قيم طبعا في عنا مقدمة بسيطة بيحكي فيها اناند عن هذا الكتاب واهميته طبعا يوسوبوف اللي هو بقوله فهذا الكتاب بيكون المساعد الشخصي لاناند ببطولة العالم 95 وبطولة العالم 98 بعدين في عنا مقدمة هاد الكتاب طبعا مش رح هاي المقدمة معلومات يعني ما في داعي انه انترجمة وكيف تستفيد من هاد الكتاب طبعا بس بشكل عام رح رح ارخصها بشكل سريع انه بيقول انه كل وضع لازم او كل فصل اللي نحن رح نشرحه بفيديو او فيديوهين غالبا الفصول الطويلة ممكن بثلاتة انه كل فصل لازم تدرسه بين الساعة والساعتين لازم حط الموقف امامك تحط الموقف على الرقعة كل موقف نحن بنعرضه بالقناة لازم تحطه على الرقعة وتفكر فيه لحدود العشر دقائق ممكن اذا ما لقيت الحل انك تستعين بالكمبيوتر ممنوع تحرك القطع ولكن اذا ما لقيت الحل بالعشر دقائق الاولى ممكن انك تحرك القطع تحاول تلاقي الحل مع تحريك القطع والتحليل العملي يعني انك تحرك وتشوف شو النتيجة وانك تكتب كل التحليلات اللي بتشوفها وطبعا هاي التحليلات انك تحطها على الرقعة يعني فاذا انا همشي انك تحط الموقف على الرقعة وتحاول تحلوه بدون بدون ما تحرك يكون معك عشر دقائق فقط وتعتبر انه هذا الموقف يعني طالع معه بمباراة حقيقية وايضا فيه عنه تمارين باخر الفيديو ايضا بدك تحلوه وتشوف قديش التقييم فاذا راح نبلش بالشابتر 1 بالكتاب المقطع الاول هو هو الهجوم على الملك ففي عنا مقدمة بتقول انه الهجوم على الملك هو اهم موضوع يعني بالشطرنج فلازم اللاعب شطرنج جيد يعطي حقه لهجوم ناجح على الملك انت ممكن تضحي بجيشك كامل انه شفنا عدة مباريات على هالشي ولكن يعني الهجوم على الملك ما بينجح دائما قبل شتاينتز كان المعظم اللاعبين يعتقدوا انه الهجوم على الملك بده قدرات تكتيكية يعني فقط اللاعبين اللي عندهم قدراتها الى بالحسابات هن اللي راح ينجحوا بالهجوم على الملك ولكن شتاينتز غير هذا المفهوم وحط اسس وقواعد يعني استراتيجية للهجوم على الملك يعني قبل الهجوم على الملك لازم يكون عندك مبادئة او مبادرة ولازم يكون عندك انتشار افضل وسيطرة على مربعات الوساط الهامة وايضا اللاعب اللي عنده فرصة للهجوم لازم يبلش بسرعة وبحماس وعنا راح نشوف امثلة على هذا الشيء ويجب ان تجلب قطعك اقرب لخصم لملك خصمك تنقل شوي شوي لا تكون اقرب بعدين تفتح الموقف لقلاعك وافيالك طبعا هجوم بدون قلاع وافيال مستحيل وهجوم بقلاع وافيال مع عامدة مغلقة ايضا مستحيل فلازم فتح الموقف وايضا دمر دفاعات خصمك وخصوصا بيادق درع الملك او بيادق التبييت او بشكل عام تبييت الملك يعني ممكن يكون في عنده ايضا حصان او فيل بمنطقة التبييت ايضا هاي الدفاعات كلها المفروض انك تتخلص منها واخر فكرة عم يقول انه احيانا الهجوم على الملك يعني انت بتشوف انه الطريق مسدود فلازم تقتنع انه ما ضروري كل هجوم على الملك يؤدي لموت الملك او للكش مات لا ممكن ترضى بتحويل هذا الهجوم لربح مادي ممكن يكون انت هاجم على الملك هجوم قوي بعدين تشوف فكرة التكسير وتصفيت الموقف وتكون طالع بربح بيدقين مثلا او ربح حصان فممكن تقبل بهذا الشي وتطلع بربح مادي جيد يضمن لك الفوز طبعا انا ما قلت ربح بيدق لانه غالبا الافضل تتابع بهجومك على انك تكون ربحان بيدق ولكن كل game وكل وضع له حزاباته وانت قدره حسب الموقف بتحلل وتشوف المناسب ولكن انه ممكن ترضى بربح مادي في سبيل انك يعني تنهي الهجوم طبعا اول game جايبه يوسبوف هو game مشهور لشتاينتز game جميل جدا ولكن انا محلله سابقا على قناتي اسمه اوقح قلعة في التاريخ يعني قلعة شتاينتز هون بتشتغل شغل رهيب هون شتاينتز يعني بيبسط الموقف وبيحاول يهاجم الملك بهجوم قوي جدا فهنا لازم تشوفوا هاي المباراة طبعا تحليلات كتير مثل ما انا شايفين فممكن انا اختصرتها شوي ولكن يعني بشكل عام كل التحليلات جميلة فايضا اذا فيك تشوف هاي التحليلات الموجودة بالكتاب يعني ممكن تشوفها واذا بدك ان التحليلات اللي ذكرتها بالفيديو ايضا تحليلات كافية ولو انه ما ركزت كتير على تقنية هجوم على الملك فاذا ما رح نخسر كتير وقت بتحليل هاي المباراة مرة تاني وانما خلاص راح احولكن على الفيديو الاساس اللي حللت في هاي القيم ورح نبلش بتحليل المباراة التانية اللي ايضا رح تكون مباراة قوية لا كابا بلانكا فرح نشوفها بالفيديو القادم فالآن هذا هو فيديو قلعة شتانتز فقط اضغط عليه ورح تشوف المباراة شكرا للمتابعة نلتقي مجددا باذن الله وتابعونا بالدرس التاني من قواعد الهجوم على الملك اشتركوا في القناة